أختم بأن أقول لأهل فلسطين سواء في غزة وهي التي تتعرض لمطحنة أو في الضفة الغربية التي أيضا يعتدى على الآمنين فيها ليلا ونهار أقول إنكم في ملحمة ونحن والله نشعر بآلامكم ونشعر بما أنتم فيه ونحن ندعو لكم ليلا ونهارا ووالله لا نستعذب ماء ولا نستسيغ طعاما ونحن نتابع ما يحدث لكم على الهواء أمام أعين العالم المتحضر للأسف والأمر كما يعني ذكرت في مطلع قصيدتي عن غزة غزة يا ملحمة الصبر والجنة جرحك جرحي ودماؤك تنزف من جسدي غزة يا ملحمة الصبر والجنة فعلا ملحمة الصبر إن شاء الله نحتسب أن كل من مات هو شهيد بإذن الله يا رب العالمين يا ملحمة الصبر والجنة جرحك جرحي ودماؤك تنزف من جسدي أقول لإخواننا في فلسطين وفي غزة على الأخص اصبروا واثبتوا إن نصر الله آت لأن هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى ووعد الله تعالى لا تخلف لكن سنن الله سبحانه وتعالى تجري في الناس كجريان الكواكب والنجوم في السماء فهل أدركنا ذلك أن سنن الله سبحانه وتعالى لا تتخلف والله سبحانه وتعالى سينصر المظلومين وسيستجيب الله سبحانه وتعالى للمظلومين لكن إن الله سبحانه وتعالى إن كل الأمور تجري لحكمة وإن خفيت عنها هذه الحكمة فدعاء المظلومين سيستجيب الله له سبحانه وتعالى ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث تق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وهذا الذي ندندن حوله حوله إن الله لا يعجل بعجلة الناس لكن كما قلت إن سنن الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل في الخلق فكما قال الله سبحانه وتعالى فلن تجد لسنة الله تبديلة ولن تجد لسنة الله تحويلة والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله الجرح وألم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولما صاح أبو سفيان بعد هزيمة المسلمين ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بين ظهرانهم وأزم المسلمون في أحد فصاح أبو سفيان يتفاخر فيقول يوم بيوم بدر والحرب سجال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه أن يقول له لا سواء لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار صبروا أهل غزة صبروا أهل فلسطين فإن وعد الله آت سبحانه وتعالى وشهداءكم في الجنة بإذن الله رب العالمين نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى نحسبهم من الشهداء فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر